بحفظ الله ورعايته قبل ذلك بزيارة لجمهورية مصر العربية الشقيقة أجرى خلالها مباحثات مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تناولت سبل تطوير وتنمية العلاقات الأخوية الوطيدة والمستجدات الإقليمية والدولية وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدأ يده الله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه رافقت جلالة الملك المفدأ السلامة في الحل والترحال